مساء الخير يا جماعة انا النهاردة اعيز اتكلم معكم عن الـ Oversinking ودي يمكن اول مرة يعني مش عارف افجأكم بالموضلة ازاي تتلاكوش يا جماعة من اللي اقول يوستد يوسف مجد قرر ما يساور شي تاني معي انفورشنتلي كل حاجة واقفة ضده شان اكمل في هذا الحاجة اللي انا مش فهمها اساسا ايه ده كل حاجة واقفة ضده يا جماعة عايزكم سراتكم يا جماعة تذكروني في سراتكم وتدعو الأستاذ ماء يوسف انه يكمل معي ويرفض العروض الشهنية على جاتله من CNN والCWCC والWC نفسه الWC نفسه بيهدد استاذ يوسف ان ما اسابش البرنامج بتاعك هيكتو على النت هو انه يستغنع النت بسرعة دي اول مرة اصورنا الفيديو ده بنفسي وربا ان شاء الله يستروا طلع حاجة كويسة انا عايز اتكلم معكم نهاردة عن الـ Oversinking الـ Oversinking Oversinking هتفكر زيادة عن اللزوم Oversinking ده انا مقدرش اقولك معانا حرف لي بالعربي عشان معرفوش بصراحة بس انا هوصوف لك ان انت يحصل لك فانت تعرف ان انت عندك Oversinking يعني اعراض المرض ايه هصوف لكم اعراض المرض ايه محدش يتخضي يا جماعة ده مرض عادية ممكن يتعراج مني عارف انت لما تبدأ ريح تنام وفي امانت الله ولا بيك ولا عليك وماش فيش اي حاجة خرجتنام شاب عادي عندي ايا كان السنوات تفر السنة بتاعتك السن بتاعك كام ريح تنام عاد وفيش اي مشاكل عارف انت ريح تنام وفي امانت الله وتلاقي موخك شغال مش شغال زي القاطرة لا بتفكر في حيات عدت عليه قبل كده سواء النهاردة او اليوم يعني اللي عدته او من 35 سنة فاتو ده انت لو عندك 35 سنة اساسا ممكن يبدأ عندك 12 سنة فتفكر في 12 سنة لفاتو تفكر في حيات غريبة انا ممكن انت النهاردة مثلا انا رايح انام النهارتي فانا يعني ان نهاردة كنت في الجامعة تلاقي نفسك لحي أن تتكورت في صحابي بكرة فانت تقول ان هاردة قتلت مع صحابي شفت عربية بيجو معدي فانت تاهتم موخك اوما تشوف عربية بيجوة تتاكوام من سبع راكب عربية بيجوة لنهابية تتاكوام من سبع راكب عربية غبية كشكلها غبي وانصحك ما تركبهاش اساسا فانت تروح تفكر مثلا عربية بيجو تانية شفتها لما كنت في 3-3 تدائي انت وصحابك لما كنت راجع من الفصل بعد ما كنت تلعب بكورو ايه اللي جابتها في 3-3 تدائي وانت اصلا في جامعة دلوقتي يعني انت في جامعة اي نعم كلنا نفسها نرجع اطفال بس ايه اللي جابتها في 3-3 تدائي وانت اصلا رايح الصبح للجامعة اه ده الـ مالهومش هي اللقب بعد خالص بيتجيب شوية حيات جامعة كده تكونت انت فكرا انهاش اي لازمة اساس فانت بتلاقي نفسك بتفكر في حيات ما الاجدعو ممكن انت مثلا لابيك بردو ورا عليك رايح تنم عادة او انت برضو البيانات عنديها بس مش عارفة بتاعكم جابت يعني ان نتكلم عن البيانات دلوقتي تيجي تلاقي البيت راح اتنام فا اعمنت اللي برضو تلاقي نفسها الـ راح اتنام كده مثلا راح ايه لو هي بتفرد شعر هيونام انا معرفش بسراح شفتش بيت جابتك كده فانما تيجي تنم مثلا شعر هيدي جنبة شعري تقصف اوه ترتيف تقصفه يوقفوه 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 تمسك باكتا ترتوفة 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 واحد دين ستة سبعة عشر ماشر شعري كلهم قصف لأ لازم بقى اروح للكوفير فهي بقى راح للكوفير بقى هي فكرة عادي جاي تلاقي نفسها افتكرت اسم الكوفير عزتتروح اسمه ايه اسمه ايه الكوفير عمه خلوسي بتاع المتاعرح ده انا رحتله وبوضع شعر وكده برضو يا هنم تروح لخلوسي لازم تروح لزانوسي فتوكي تفكر فعيد زكت تلاقي موخة برضو اشتغل اشتغل وتلاقي الساعة سبعة ونص جات لها يدوبك تلاحك تلبس ده لو لبست اساسا عشان نعم حاضر الصبح فده الاوفرسنكينج عند البنات الاوفرسنكينج بتاعكم الغابة كمانا احنا بجا عندينك اولاد الاوفرسنكينج بتاعنا في بجازاي عادي احنا برضو مش هقولك ان احنا غلابة بس احنا برضو عندي اوفرسنكينج انا اول مرة اكتشفت فيها ان انا قاني من هذا المرض اللعين كنت في قولة كلين في امنة الله والله اول ترمية كله يسدقوني انا في قولة كله تجارة تجارة انجليزي كنت لأتي امتحدة المايكرو ايكونامي المايكرو ايكونامي واللي ما يعرفش المايكرو ايكونامي بتاعتجر حتماع اخواتنا برضو الاقتصاد الجزء فانا كنت ريحة انا ماتي ما هي امتحدة الصعبية لازم تنام لا ام مني امتش تضيع ماجود الترمي ضيع عليك كينا سأثير لذلك الغابة ولم يقف في نفسك وأنت أخذ طريقة كينا سأثير لذلك أشياء لم يكن بسأر اي قف ماذا سنعرف دليل ولم يكن من أن يكن تكون هيره بسأر ايضا ماذا سأثير لذلك ماذا سأثير لذلك هو لم يكره أن يكون حيث الوحيد لذلك تخلص من هذا الطريق فامسه أنه يقف عقب فيه في الحقيقة ده. سيما كده. وتصفد ما خالص لاحظة هدوء. برضو لو اشتغل معك. معلش. انت هنجي في لحظة كده تلقي نفسك فرات ونمت كده. لاجي نفسك عمالتك. هاللحظة دي انت عالك. انت بجين زي الفورك. تمام. انت كده رحت نعم. بس لو اللحظة دي جات لك. ما تفكرش انها جات لك. عشان افكرت انها جات لك. ما تقوليش انا ايه ده انا تلاقي نفسك ما نمتش عرضه. تلاقي نفسك سحيكتان. ما جيشتش تاكيل انا بقى ما عاكمليش دعو. ما عارفوش الكلام. انا اضطلت لك المرض واضطلت لك زيلي عاشو. عايز ان كده تسيب نفسك وكمل بجي ده الموضوع. لو صاحبك جنب جالك بتشغل ليه يعني ما متكلموش برضو. ده حقيقة مستفزة. بتجي قتاني اوفرسنكينج وبشكل بشع. وكرر. الاوفرسنكينج ده لازم تتخطيها. اوفرسنكونج ممكن كمان يجي لك انت وصح. انت وفي المحاضرة ممكن يجي لك. بتتخلي حيانا وجألك في المحاضرة. هذه الدكتور ياخد عليك الدور جامد يعني. لو سرحت مرح recuperة كدا في الكارفاة تواجدتك الكارفاتة اللونها اسود. مثلا انا بحب يا ايه د. ايه دة يا الكارفاتة اسود وبالبادل كمان能وي لونها اسود بالكارفاتة انا بتحب نفسك روحت في التكرت بلوفر كان معك في تانيا حددانه تانية حضانة وحضانة لونه اسود وماما مثلا غسلته مع الشرابات فبيجي لونه معفن وشكله مش حلو فأنت بج بدل بسهتها ايه اللي جابده فى المحاضرة؟ مش عاله تفتكر مثلا لو انت رجل الناس اللي بيتعاني ان شعرها هيبيت ده انا جماع بحب لونه اسود بس يا سلام شعر اسود بس في ابيض انا في ابيض تلاقي نفسك فى المحاضرة شغلت يا مكتي توقع دائما عند الدكتور يجلع الجزمة يروح لازجها على كفا لازجها فيه كله عشان يجيبه عشان يخليك تنتبه معه ويقول لك اطلع بره بعد كده مش عال حاجة فيعني حاول تتخطى موضوع السنكين انا قدت لكم اجابة اعراض المرض ويعني ان شاء الله تقدروا تتخطوه وتقدروا تفوقوا منه بسرعة كان معكم ابنوب حارس من منزوله المتواضع كان دماء بمحافظة قناة مركز نجاح المادي واتمنى لكم صاهرة سعيدة و جود داي ان شاء الله وبي ضمتم سالمين ان شاء الله و جماعة دعوتكم من الاخ يوسف مجدين ويرجع لنا ثاني ونحتفل كلنا باكتمار هذا البرنامج اللي محدش نسه عارف اسمه اسيسا دروكتي شكرا جماعة خالص شكرا لكم باي 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 باي